يقول أطبة أن المخ فيه كم خلايا؟ فيه 140 مليار خلية إذن في اللحظة الواحدة 140 مليار خلية بمعنى 140 مليار نعمة هذا في اللحظة الواحدة هذا في عضو واحد كيف بقية العضاء؟ يقول أطبة أيضا المعدة فيها 35 مليون غدة تفرز أنزيمات لأجل الهضم فإذا نظرنا إلى جسد الإنسان وجدنا فيه هذه النعم التي أعطاه الله عز وجل إياها منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم فما بالك بالنعم التي وراء هذه المادة من قلب وروح ونفس وعلم وفقه وغير ذلك هذا ما يتصل بالإنسان وهناك نعم خارج هذا الجسد بل الكون كله خلق لنفع الإنسان